بعد أن أصبح المغرب رقم واحد عربي وأفريقي في صناعة السيارات التقليدية والكهربائية يتوجه المغرب اليوم نحو صناعة المركبات الجوية المتقدمة والتي تعد دمجا تقنيا بين صناعة السيارات والطائرات التي تمكن المغرب من تحقيق اختراقات واضحة فيها خلال السنوات القليلة الماضية مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو يمثل التنقل الجوي المتقدم وخاصة المركبات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي إيفيتول المعروف باسم التكسي الطائر تحولا جذريا في منظومة النقل العالمية حيث تعد هذه المركبات المبتكرة بإعادة تعريف التنقل الحضري والأقليمي من خلال توفير حلول النقل أكثر صداقة للبيئة وأقل ضوضاء وأكثر كفاءة مدفوعة بالتقدم الكبير في الدفع الكهربائي والتقنيات البطاريات وأنظمة الطيران الذاتية وبما أن المغرب تمكن من أن يكون قبلة مهمة للشركات في هذا المجال من صناعة البطاريات الكهربائية والسيارات والنظم التكنولوجيا المتقدمة وجدنا عدة شركات أجنبية تريد تصنيع مركباتها الكهربائية الطائرة في المغرب وبناء عليه ما هي الشركات الأجنبية التي تريد تصنيع مركباتها الكهربائية الطائرة في المملكة ولماذا تعاول هذه الشركات على المغرب لتصنيع سياراتها الجديدة وما هو حجم هذا القطع الناشئ وكيف يمكن أن تكون هذه الصناعة قاطرة أساسية لتحقيق الأقلاع الاقتصادي في المغرب كل هذا وأكثر سأتناوله معكم بعد هذا الفاصل أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة فهذا الاشتراك كما تعلمون مجاني وهو يساهم في انتشار حلقاتنا في الجمهور الذي يحب المغرب ونعود لموضوع حلقتنا حيث أصبح اليوم مشاهدة التكاسي الطائرة في المدن الكبرى العالمية أمرا شبه مألوف خاصة في مدن مثل دبي وشانجهاي وكولا الأنبور وكاليفورنيا وغيره من المدن العالمية وهذا ما رفع التوقعات العالمية لنمو هذا السوق الناشئ حيث يتوقع لسوق التنقل الحضاري الجوي العالمي أن يشهد نموا هائلا تقدر قيمته بنحو 5 مليار دولار أمريكي في هذا العام ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير يصل إلى 23.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 مسجلا معدل نمو سنوي يتجاوز الثلاثين بالمئة خلال هذه الفترة ويتوقع أن يستمر هذا التوسع ليصل إلى أكثر من 40 مليار دولار أمريكي بحلول 2035 هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بالطلب المتزايد على حلول التنقل الحضارية الفعالة التي تخفف منه الازدحام المروري وتقلل من أوقات السفر لهذا يضع المغرب نفسه بشكل استراتيجي ليصبح لاعبا محوريا في المشهد العالمي لتصنيع المركبات الطائرة إيفيتول حيث سيتحقق هذا الطموح للدخول في سلسلة توريد مركبات الأقلاع والهبوط العمودي الكهربائي النشئة من خلال شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين شركة Vertical Aerospace ومقرها المملكة المتحدة ومجموعة Ectury Aerostrictor الأسبانية حيث يتضمن هذا التعاون تصنيع مكونات هيكل الطائرة VX4 الهامة بما في ذلك الأجنحة والذيل والأعمدة والجسم داخل منشأة Ectury المغربية كما يعد استحواذ Ectury على شركة Guam Industry المغربية المتخصصة الواقعة بالقرب من الدار البيضاء في سبتمبر 2023 حجر الزاوية في دمج المغرب في هذه السلسلة الصناعية المتقدمة هذا الاستحواذ محوري حيث يجعل المغرب صراحة شريكا صناعيا رئيسيا في مشروع VX4 مما يربط بشكل مباشر قدرة التصنيع المغربية بهذا المشروع العالمي هذا الاستحواذ محوري حيث يجعل المغرب صراحة شريكا صناعيا رئيسيا في مشروع VX4 مما يربط بشكل مباشر قدرة التصنيع المغربية بهذا المشروع العالمي إضافة إلى ذلك يشهد قطاع التنقل الجوي تقدما سريعا في التقنيات الأساسية التي تعد حاسما لدفع هذا القطاع نحو النضج التجاري فمن أبرز هذه التطورات هي الاختراقات في كثافة طاقة البطاريات تلاسية من ظهور البطاريات الصلبة التي يتوقع أن تصل إلى 400 إلى 500 وات في الساعة مما يمكن مركبات إيفيتول من الطيران لأكثر من 60 دقيقة أو تغطية نطاق 120 كم دون الحاجة لإعادة الشحن كما تساهم التطورات في أنظمة الاستقلالية والتحكم في الطيران وهندسة المواد خفيفة الوزن والعمليات الهادئة لتقليل الضوضاء في تسريع الجدول الزمني لتسويق التجاري لمركبات إيفيتول علوة على ذلك يظهر المشهد العالمي للتنقل الجوي المتقدم سباقا محموما نحو الاعتماد التجاري حيث يقترب اللاعبون الرئيسيون في الصناع عبر آسيا بما في ذلك إيهانغ وأوتوفلايت الصينية وسكاي درايف في اليابان وهيونداي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مثل جوبي وبيتا من إطلاق العمليات التجارية ويدعم هذا التقدم بشكل كبير الانتهاء السريع للأطور التنظيمية من قبل سلطات الطيران الرائدة مثل إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في أوروبا مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويسرع دخول السوق مع وجود نماذج فعلية تعمل الآن في مدن كبرى حول العالم مثل دبي والمغرب يريد أن تكون مدنه الرئيسية تشغل هذه المركبات قبل احتضان كأس العالم في 2030 بغية تقديم صورة عصرية عن المملكة والمساهمة في حل أزمة النقل وأيضا دعم الصناعات المحلية حيث أظهر قطاع الطيران في المملكة نموا ملحوظا ومثيرا للإعجاب فقد تضعف التصاديرات ثلاث مرات بين عامي 2014 و2024 لتصل إلى 26.44 مليار درهم أي تقريبا 2.6 مليار دولار أمريكي مدعومة بنظام محلي قوي ضم 150 شركة تحقق إرادات سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو وتوفر فرص عمل بدوام كامل لـ 26 ألف عامل كما تتخصص هذه الشركات في تصنيع المكونات الحيوية مثل هيكل الطائرات والمكونات الهيكلية وأنظمة الأسلاك مما يوفر أساسا متينا لإنتاج التنقل الجوي المتقدم علاوة على ذلك تعد صناعة السيارات المغربية أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تقدم مساهمات كبرى في تطوير صناعة التنقل الجوي المتقدم فقد برزت كأكثر القطاعات ديناميكية داخل الاقتصاد الوطني حيث زادت قيمتها المضافة بنحو 70% بين عامي 2014 و2019 حيث حقق القطاع قدرة إنتاجية تبلغ 700 ألف سيارة وقد عززت مكانتها كثين أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي كما توفر هذه الصناعة مخزونا حاسما من المواهب المهارة والخبرة التصنيعية المتقدمة التي يمكن الاستفادة منها لإنتاج مركبات ايفيتول إضافة إلى ذلك تظهر مركبات الأقلاع العمودي الكهربائية إمكانيات هائلة في مجموعة واسعة من التطبيقات التي تتجاوز مجرد نقل الركاب فبالإضافة إلى سيارة الأجر الجوية للركاب التي تقلل أوقات التنقل بشكل كبير تقدم مركبات الإيفيتول حلول فعالة في الإجلاء الطبي الحرج حيث أظهرت التجربة في الهند انخفاضا بنسبة 40% في أوقات الاستجابة للطوارئ والخدمات اللوجستية الفعالة وتسليم البضائع مثل سويفت درون من جوجل ونوفا في 300 بيبسترل وأحداث ثورة في الزراعة من خلال المراقبة الدقيقة للمحاصيل وورشها المستهدفة وحتى في الإغاثة السريعة من الكوارث حيث توفر هذه التطبيقات نقاط دخول أقل تنظيما من المحتمل أن تكون أكثر سرعة في توليد الإيرادات لدول مثل المغرب كما يعد إنشاء بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير تحديا أساسيا للنظام البيئي للتنقل الجوي المتقدم ويتطلب تخطيطا دقيقا واستثمارات كبرى ويشمل ذلك تطوير مرافق مخصصة للإقلاع والهبوط تعرف باسم المطارات العمودية التي يمكن أن تتراوح من مطارات التوقف العمودية بسيطة إلى محاورة عمودية أكثر تطورا قادرة على استيعاب عمليات عالية الحجم وستتطلب المطارات العمودية بنية تحتية كبيرة للطاقة حيث يمكن لمركبة إيفيتول واحدة أن تمتصم مقداره نصف ميجاوات من الطاقة في كل مرة ودخول المملكة إلى هذا السوق يمكن أن يكون أحد أهم الأحداث في تاريخ الصناعة المغربية لأنه غير متاح لأي دولة التي لديها باع وتجربة في صناعة الطائرات والسيارات مثل المغرب أهم شيء هو العائد الاقتصادي للبلاد من حيث التشغيل للمغاربة وجلب العملة الصعبة واكتساب التكنولوجيا المتقدمة والتحقيق عوائل مالية مليارية أو مليونية حيث يتمتع المغرب بالعديد من المزايا التنافسية التي تجعله وجهة جاذبة للأستثمار في قطاع الطيران المتقد أبرزها تكاليف الإنتاج حيث تقدر بحوالي 25 يورو للساعة في تناقض صارخ مع 100 إلى 120 يورو للساعة في أوروبا أو الولايات المتحدة كما تستفيد البلاد من إمداد ثابت من المواهب الهندسية حيث يدخل ما يقرب من 400 من خرجي الهندسة السنوية البالغ عددهم 23 ألف إلى قطاع الطيران المزدهر كما يعزز قرب المغرب الاستراتيجي من أوروبا إلى جانب شبكته الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وبيئة سياسية مستقرة كما تعزز الاستثمارات الحكومية والمبادرات الاستراتيجية في البنية التحتية من قدرة المغرب على دعم قطاع الطيران المتقدم حيث أطلق المكتب الوطني للمطارات أوندا استراتيجية طموحة والمسمات مطارات 2030 مخصصا 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتوسيع وتعزيز شبكة مطاراته البالغ عددها 26 مطارا بشكل كبير وبموجب هذه الخطة من المتوقع أن تتضعف سعة مطار الدار البيضاء ثلاثة مرات تقريبا بينما ستتضعف سعة المطارات الرئيسية الأخرى مثل مراكش وطنجة بحلول عام 2029 ويخصص جزء كبير من هذه الميزانية على وجه التحديد لتعزيز السلامة ومعدات الأمن وتحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية بالإضافة إلى ذلك أعلنت الخطوط الملكية المغربية رام الناقل الوطني عن خطط لمضاعفة حجم أسطولها أربع مرات من 52 طائرة إلى 200 طائرة بحلول عام 2037 مما يدعم بشكل مباشر خارطة طريق المغرب الطموحة للسياحة للفترة من 2023-2036 وتشكل هذه الاستثمارات بيئة تشغيلية أساسية يمكن الاستفادة منها وتكيفها بشكل استراتيجي لعمليات التنقل الجوي المتقدم المستقبلي بالتالي يظهر التحليل الشامل لمشهد التنقل الجوي المتقدم العالمي ونقاط القوة الصناعية للمغرب أن المملكة في وضع فريد للاستفادة من هذه الثورة في النقل إن التقدم التكنولوجي السريع لاسيما في مجال البطاريات والأنظمة المستقلة إلى جانب الوضوح التنظيمي المتزايد من قبل الهيئات العالمية مثل إدارة الطيران الفيدرالي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران يقلل بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالاستثمار ويسرع دخول السوق ومع ذلك فإن النضوج المتوقع لأسوق بعد عام 2030 يشير إلى نافذ حرج للمغرب لتأسيس موطئ قدم قوي حيث تقدم صناعة الطيران والسيارات المتطورتان في المغرب أسسا قوية بما في ذلك قوة العمالة المهارة وتكاليف إنتاج تنفسية وبنية تحتية متنامية خاصة وأن المغرب لديه خطة مثل المخطط الأخضر لإنتاج أكثر من 52% من احتياجاتها التقية من المصادر النظيفة في السنوات القادمة استعمال المركبة الطائرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أكيد سيدخل في مخطط المغرب الأخضر وهذا أكيد سيساهم في تنشيط النقل بين المغرب ودولة إسبانيا فحسب أعتقادي سيكون من المألوف أن نرى في 2030 المشاجعين الذين شهدوا مباراة في أحد مدن إسبانيا مثل فالنسيا يستقلون التكاسي الطائرة للذهاب إلى تنجة المغربية لمشاهدة المباراة التالية في أقل من سعة ولكن لنصل إلى هذا الحلم المشرق والمشرف للمغاربة يجب على المغرب أن يطور بشكل استباقي لوائحة خاصة بالتنقل الجوي المتقدم مستفيدا من الدروس المستفادة من الأطر التي وضعتها إدارة الطيران الفيدرالي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وهذا سيضمن مسارا واضحا للترخيص والتشغيل مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويسهل النشر الآمن لمركبات الإيفيتول كما يجب أن تركز الاستثمارات على تطوير المطارات العمودية وشبكات الشحن المتقدمة القادرة على تلبية متطلبات الطاقة العالية لمركبات الإيفيتول وأنظمة إدارة الحركة الجوية وإدارة حركة الطائرات غير المأهولة كما يمكن الاستفادة من خطة توسيع المطارات الحالية لدمج هذه القدرات الجديدة وإدخال الخواص لبناء هذا النوع من المحطات خاصة أصحاب النزل الفاخرة مما يقلل التكاليف الأولية ويسرع التنفيذ كما يجب أن يتوافق نمو التنقل الجوي المتقدم في المغرب مع الأهداف البيئية للبلاد وهذا يتطلب التركيز على استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المطارات العمودية ومركبات الإيفيتول وإدارة البصمة البيئية الشاملة لعمليات التصنيع والبنية التحتية علاوة على ذلك قد تكون منهجية تدريب الطيارين التقليدية غير كافية لمركبات الإيفيتول نظرا لخصائص طيرانها الفريدة والإمكانات المتزايدة للعمليات المستقل وبالتالي سيكون هناك طلب متزايد على الطيارين ومشغلين لمركبات الإيفيتول ذوي مهارات عالية وتدريب متخصص لضمان السلامة والكفاءة في المجال الجوي المزدحم بشكل متزايد كما لا يخفى عليكم أنه تعتمد أنظمة التنقل الجوي الحضري بشكل أساسي على برامج معقدة للتحكم في الطيران والملاحة والاتصالات مما يجعلها عرضة لمختلف التهديدات السيبرانية حيث يعد ضمان الحماية القوية لأنظمة الطيران وأمن البيانات ضرورة قصوة للحفاظ على السلامة التشغيلية وثقة الجمهور ومن خلال تبني هذه التوصيات الاستراتيجية يمكن للمغرب أن يعزز مكانته كمركز أقليمي رائد في صناعة التنقل الجوي المتقدم مما يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ويحسن جودة الحياة الحضارية ويعزز مكانته على الخريطة العالمية للابتكاء أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إذا أعجبك هذا النوع من المحتوى اشترك الآن في القناة كان معكم حمد القروي أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله في برنامجكم عرب شو